السيدة المشاهدة شكرا إذن بداية نتحدث نفسنا ثمانة أيام عن الدخول المدرسي بداية من 21 أكتوبر وزارة التربية تعمل على أكثر من صعيد فيما يخص التجهيز لاستقبال التلاميذ لما نتحدث أيضا عن النموذج الإستثنائي للدخول المدرسي الذي أفرجت عنه بالأمس وزارة التربية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشارف المرسلين في البداية أشكركم على إتاحة الفرصة للحديث عن الدخول المدرسي في هذه الظروف الاستثنائية التي يطبعها انتشار وباء كوفيد-19 ولكن الحمد لله في هذه الأيام وهذه الأسابيع الأخيرة هناك تراجع بين وعلى هذا الأساس قررت سلطات العليا للبلاد طبعا بعد المصادقة على اللجنة العلمية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تقرر التلخيص باستئناف الدراسة على مستوى مؤسسات التربية والتعليم وبطبيعة الحال هذا التلخيص كان له تحضير بدون انقطاع بدون انقطاع منذ انطلاق سنة الدراسية 2019-2020 بحيث كانت هناك ترتيبات استثنائية لأخذ تدابير لازمة للانتقال وإجراء الانتحانات طبعا مرينا بمحطات حاسمة وكانت هنا بمثابة فرص للتدريب على التحضير للدخول سنة دراسية 2020-2021 يعني خاصة جاءت لقائلة معتمدة في الانتحانات أقصد قبل ذلك أقصد قبل ذلك أقصد فترة المراجعة والمذاكرة اللي كانت في نهاية شهر أول ثم بعد ذلك إجراء امتحان شاهد تعليم متوسط وبعده امتحان شاهد البكاروية الحمد لله كل رأي العام كان تبع وشاف باللي الأمور تمت في أحسن ظروف وأبناء التلاميذ يعني كانوا في طمأنينة وسكينة واجتازوا الانتحان يعني بارتها يعني فيما يخص النموذج بطريقة تنظيم تمدرس التلاميذ في الأطوار الثلاث فيما يخص تنظيم التمدرس طبيعة الحال هذا يخضع لمعيار المعيار الحاسن في هذه القضية هو معيار التباعد الجسدي بحيث لضمان هذا المعيار لضمان تحقيقه يعني وتجسيده في أرض الواقع كان لابد من تقسيم الأفواج التربوية التي يزيد عدد تلاميذ فيها عن قدر معين يعني 20 أو 24 تلميذ ما بين 20 إلى 24 تلميذ إلى فوجين تربوين في الحقيقة ليس التقسيم لأجل التقسيم إنما هي سعة على القاعة هي التي تحكم إذا كان عندي مثلا مدرج مدرج يستجيب للمعيار تباعد الجسدي فالمدير يعني عنده واسع النظر يعني يقدر يخلي الفوج تربوي دون تقسيم طالما أنه الفوج تربوي يدرس في قاعة ما يتغيرش ما يتحركش من القاعة هذا شرط أساس طبيعة الحال إذا كانت تكلمنا على النماذج المختلفة طبعا كل مرحلة تعليمية لها خصوصيتها التعليم الابتدائي تعليم المتوسط والتعليم الثانوي وإن كان ما بين تعليم المتوسط والتعليم الثانوي يعني قواسم مشتركة كثيرة طبيعة الحال ما الذي يميزهم عن مرحلة تعليم امتدائي فالتعليم الابتدائي عادة عندنا الأستاذ المادة الواحدة والقسم الواحد وإلى غير بينما في التعليم المتوسط والتعليم الثانوي كأن مواد تخصص بمعنى الفوش تربوي تداول عليها مجموعة من الأساتذة وعلى هذا الأساس كان لابد من أخذ تدابير خاصة في التعليم المتوسط والتعليم الثانوي من أجل تحقيق غرض أساسي فيما يخص الإسناد لأنه في الحقيقة إذا كان حبينا نتكلم على خصوصيات هذا التنظيم الاستثنائي نتطرقه إلى جانبين الجانب الأول هو صحي والجانب الثاني بيداغوجي من ناحية الجانب الصحيق أن المعيار المتحكم هو التباعد الجسدي أما من ناحية المعيار البيداغوجي المعيار البيداغوجي هو الإسناد لأنه لا ننسى إذا كان نقسمنا فوج تربوي إلى فوجين فرعيين ونسند فوج الفرعي الأول إلى الأستاذ ألف والفوج الفرعي الثاني إلى الأستاذ باء في حالة إن شاء الله رب العالمين يرفع علينا هذا البلا ويعاود يلتأم الفوج التربوي مجددا يعني الفوجين الفرعيين يعني يكون هناك إخلال بما يسمى تغيير العقد البيداغوجي لأنه إذا كان صارت ألفا ما بين الأستاذ والمتعلم من الصعب أننا نعودون وعلى هذا الأساس كان لابد من أخذ كل كبيرة وصغيرة يعني نطمئن الأولياء بأنه ما كان حتى نقطة لم تطرع على طاولة للنقاش والتدقيق المعمق والتفكير يعني جاد في المسألة من حيث خاصة الجانب البيداغوجي احنا لا يهمونا حجم الساعات التي يدرسوها بقدر ما يهمونا هذا الإنسجام في الدراسة ولكن بكل موضوعية ومقدم الاستيعاب طبيعا الحال طبيعا نحن همونا دائما ما هو همونا هو تنفيذ المناهج بطريقة يعني تخضع لمعايير كما قلت بيداغوجية مدروسة سيد بوضيوف فقط نتوقف عند هذا النقطة فيما يخص تكيف المال النقاش رفقة ضيفية الأستاذ محمد بوضيوف كنا نتحدث حول خصوصية كل طور خاصة في هذا الدخول استثنائي طبيعا الحال فيما يتعلق بتنظيم التمدرس يعني تنظيم فتارة الدراسة نقدر نقول نصنف عنا صينفين عنا الابتدائي لوحده كما سبق بو قلت وبالنسبة للتعليم المتوسط وتعليم ثانوي نفس الشيء بالنسبة للتعليم الابتدائي عندنا مدارس تعمل بنظام الدوام الواحد وعندنا مدارس تعمل بنظام الدوامين بالنسبة للنظام الدوام الواحد يحدث تناوب يومي ما بين الأفواج الفرعية للقسم التربوي الواحد أو للفوج التربوي الواحد إذا كان دلنا مثال عندنا فوج تربوي معين فوجه الفرعي آلف وفوجه الفرعي الثاني هو با بالنسبة للفوج الفرعي آلف يدرس مثلا يوم الأحد صباحا ومساء عادي وكأننا في الظروف العادية لكن هناك تقلص في عدد التلاميذ في الحجرات الأخصان يعني النصف يدرس صباحا وعادي في اليوم الموالي يحدث العكس الفوج الفرعي الثاني هو اللي يدرس هكذا ويحدث تنوب أسبوعي يعني اللي يبدأ يوم الأحد لأنه طالما ما كانش تناظر لنا عندنا خمس أيام نبدأ من الحد للخميس اللي يبدأ في الأسبوع هذا يوم الأحد الأسبوع الجاي يتغير الترتيب الفوج الفرعي الثاني هو اللي يبدأ وهل يكون اليوم ثاني يكون راحة بالنسبة للفوج آلف؟ بطبيعة الحال بطبيعة الحال يكون راحة وعنده أعمال يديرها يعني أعمال منزلية تسند إليه وهذه الأعمال سوف تحدد إن شاء الله في مذكرة بيداغوجية ترسل إلى الميدان يعني في غضون الأيام القليلة القادمة إن شاء الله بالنسبة للمدارس التي تعمل بنظام الدوامين هنا لا هنا التنوب يتم ما بين المتداومين ما معنى نظام الدوامين ما معنى نظام الدوامين يعني عندنا حجرة أو قسم في الفترة الصباحية يدرس فيه فوش ترباوي وفي المساء يدرس فيه يعني في الظروف العادية يدرس فيه فوش ترباوي آخر في الظروف الاستثنائي هذا ماذا يحدث؟ يحدث أنه كلا الفوجين ترباويين قسمهم على اثنين وفي الفترة الصباحية يدرس نصف الفوج الأول ونصف الفوج من الفوش ترباوي الثاني يعني يحدث تنوب وكأننا أيضا في الظروف العادي إنما نعمل بنصف التعداد تعتلمي وهكذا فيما يتعلق بالتعليم المتوسط هنا لا هنا نقدر في التعليم المتوسط والتعليم الثانوي هنا نقسم الأفواج الترباوية لمؤسسة تعليمية إلى قسمين مجموعة تدرس في الفترة الصباحية ومجموعة تدرس في الفترة المسائية عندنا فترة الصباحية فيها ست حصص كل حصة بخمسة وأربعين دقيقة في الفترة المسائية فيها خمس حصص السؤال ربما يطرح لدى الجميع حتى نوضحه لماذا خمسة وأربعون دقيقة هو شوف إذا كان الأغلبية رامي اعتقدوا باللي خمسة وأربعين دقيقة استعملناها لأجل تقريص الحجم الساعي الدراسي نعم هذا صحيح ولكن الغرض الأساس ما هو هذا الغرض الأساس لما نبدل وحدة القياس كانت ستون دقيقة تصبح وحدة القياس خمسة وأربعون دقيقة نكون وعطينا أكثر فورص وأكثر حظوظ لإدراج كل المواد التعليمية نعطي مثال إذا كان مثلا مشينا في فترة صباحية كان نحسبوه من ثمانية إلى ثماناش مثلا من ثمانية إلى ثماناش لو كنا نمشيو بوحدة قياسية واحد ساعة تكون عندنا أربع ساعات يعني فرصة أربع مواد لها فرصة للدراسة بينما لو كنا نمشيو بالخمسة وأربعين دقيقة رح تزيدنا حصة مع تكهين فرصة لإدراج حصة أخرى خاصة أن المتوسط والثانوي عندهم العديد من المواد وكل أستاذ يعني متخصص في المادة قلت يتنوبوا يعني إحنا ما يهمون أن المتعلم يأتي فترة فقط للدراسة لا يعني أن الفترة اللي ما يدرس فيها ما عندهوش أعمال بالعكس هنا جاءت مناسبة جاءت مناسبة وين شيء اللي كانت نادي به المناهج منذ الإصلاحات ع الفين وثلاثة هالجائحة خلتنا في وضع الطراري أننا نسيونا بدون طبقه يصبح حتمية ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن المتعلم ينبغي أن يتحمل جزءا من مسؤولية تعلمه بمرافقة المتعلم بمرافقة الأستاذ بمعنى أيضاً رحيني إن شاء الله في غضون الأسبوع أو عشر أيام إن شاء الله نحضر أيضاً مذكرة بداغوجية توضح للأستاذ كيفية ما الذي يتكفل به حضورياً في القسم وما الذي يرجئه أو يمدده إلى البيت يعني بالتواصل مع المتعلم بمثل هذا إن شاء الله رح نغطيه أكبر نسبة من تنفيذ المنهاج وليسمحنا باش القرار التاعنا إن شاء الله في نهاية سنة تكون عقلانية وموضوعية بمعنى رغم أنه الظرف استثنائي إلا أن همنا الأساس هو تغطية أكبر قدر ممكن من تنفيذ المنهاج عبر مخططات تعلم ما يسمى بمخططات تعلم مخططات تعلم ماذا نقصد بها نقصد بها هو ترجمة ترجمة البرنامج الرسمي الموجود في المناهج إلى خريطة طريق يعني كيف أشهر وش ندير في الأسبوع الأول في الأسبوع ثاني في الشهر كذا كذا إلى آخرها يمكن أن يكون تفاوت أيضا ما بين المؤسسات المدرسية طبيعة الحال يعني لما نتحدث عن المؤسسات المدرسية نتحدث فقط عن العاصمة وغير ذلك نتحدث أيضا عن المناطق النائية طبيعة الحال شوف هو بالنسبة حتى يفهمنا زملاء أنا يعني في الميدان خاصة مدار المؤسسة التربية والتعليم في بناء جداول التوقيت نعطينا كل الخطوات المنهجية لإعداد جدول توقيت منسجم مع ما كنا نتكلمه في الإسناد الأفواج الفرعية نفس الأستاذ كاي النقطة برك حبيت نشير لها وربما نسمعت عليها حديث في الشارع والناس ممش فاهمين شوف في هذا الجوانب التنظيمية البيداغوجية ما نقدرش نعزله حتى ملف عن الآخر كله مربوط بعضه فلاحظت مثلا يقولوا لماذا الفترة الأولى من العطلة فيها كذا من أسبوع والفترة الثانية فيها أقل عددا ثم عدنا إلى حجم أوساء إلى آخرين خلينا نوضح النقطة هذه فيما يتعلق برزنامة السنوية للدراسة أو رزنامة السنة الدراسية عشرين وعشرين هي في الحقيقة مقسمة إلى فصلين فصل أول وفصل ثاني الفصل الأول فيه استراحة بداغوجية لمدة أسبوع لماذا؟ لأنه التقويم يتناسب التقويم يتناسب مع المخططات تعالى التعلم ما نقدروش نديرو ثلاث تقويمات في السنة ونقدروش ندرسه نصف يوم وكذا يعني في الحقيقة المطاف التلميذ إذا كان حسبنا الدراسة من يوم الأحد إلى يوم الخامس بنصف بفترة فقط راي عندو يومين ونصف يعني يدرس يومين ونصف ما هوش من غير المعقول أننا نديرو ثلاث فترات للتقويم كما جرت العادة إنما التقويم يكون بعد مشوار يعني في الفترة الأولى من الفصل الأول فيها 12 أسبوع 12 أسبوع يعني في نهاية الأسبوع الثاني عشر تجرى للفروض نقدرو نقوله كاين بعض المواد فيها فرض واحد وكاين بعض المواد فيها فرضين تجرى الفروض الأولى لهذه المواد ثم مباشرة بعد الدخول في الفترة الثانية يزيدوا يكملوا الفروض الثانية وتتواصل الدراسة لمدة طول هذه الفترة خمس أسبوع بما فيها التقويم يعني هنا يندر تقويم الإختبارات وكذا إلى آخره بمعنى خلينا به نوع من الوتيرة المنتظمة بحيث تلميذ يتعلم ثم يقوم أكيد يعني حتى في الظروف العاديا نعرف أن الفصل الأول هو أطول الفصل أطول الفصل طابعة يعني هناك تخوف من طرف الأولياء حول التحصيل المعرفي لأبنائهم خاصة أنه الكاتب الأسئلة يقول لك ما قرأوش الفصل الثالث يعني فيما يخص الامتحانات الرسمية أو الامتحانات الانتقال فقط يعني ما قرأوش الفصل الثالث ما مصير الفصل الثالث هل ما يكون عندهم انعكاس على المستوى الدراسي تحهم في السنوات القادمة طبيعة الحال إن شغال وجه وهذا إن ذل على شيء فإنما يدل أن الأولياء فعلا راموعين بأن التعلم هو الأساس ما هوش العلامة أن التعلم لأنه إذا كان التلميذ يكتسب معرفة فالعلامة تصبح تحصيل حاصل يعني نتيجة كما تفضلتي في الفصل الثالث فعلا تعذر تعذر يسمى إجراء أو تنفيذ تعلمات المبرمجة في هذا الفصل وإحنا هذا الشيخ ذيناب على الاعتبار في إعداد مخططات الاستثنائية مخططات تعلم قصدي مخططات تعلم الاستثنائية للسنة الدراسية 2021 كيف ذلك؟ أنه درنا ملتقى حوالي دام حوالي أسبوع جبنا في نخبة من المفتشين وبإشراف يعني مركزي وبدراسة يعني معدة ومذكرات منهجية وبيداغوجية خرجنا التعلومات الجديدة تماما على المتعلم في الفصل الثالث والتي لا يمكن الاستغناء عنها في مواصلة مشوار دراسي بمعنى التلميذ إذا كان مخذاهاش ومتناولهاش راح أدد له عوائق الصعوبات مقبولة ولكن العوائق هي اللي غير مقبولة لأن العوائق تقدر ترهن المستقبل الدراسي للمتعلم إحنا هذه كلها حصيناها وأدرجناها في مخطط تعلم ليس بطريقة خطية إنما الأستاذ هو اللي يقدر كل مدعات الحاجة لما يكون في موضوع معين ويحتاج إلى هذه المعرفة لأنها تتمفصل في هذا الميدان المعرفي سوف تكون مكتسبات ضرورية لمواصلة لإنجاز هذا الدرس اللي يكون محل دراسة يعني سوف يتناوله الأستاذ بطريقة بيداغوجية ومنهجية مدرسة وإحنا إن شاء الله راح نعطي توجيهات لازمة في المذكرة البيداغوجية التي ترسل إلى الميدان قلت أيضا هناك تخوف آخر في ظل تقلص الوقت إحنا كين أمرين دائما بالدرجة الأولى كما أقول لك عن الجانب الصحي هو في المقام الأول ثم مباشرة الهم الذي يتبعنا هو الهم البيداغوجي يعني نتحيره على تنفيذ المنهاج ويطمئن الأولية بأنه على مستوى المركزي تفكرنا في كل شيء تفكرنا في كيفية التكفل بالتعلومات ثم ما هي الآليات لذلك الآليات كين شيء يتم على مستوى الحضوري يعني لا يمكن الاستغناء عن وجود الأستاذ ولكن كين بعض الأمور تعتبر امتداد ولا تمديد لأعمال القسم إلى البيت ولكن هنا تطلب أن الأولياء أيضا يساهموا في العملية هذه والمتعلم نحييه عنده هذه الرغبة وهذه الاستعداد والتوعية باش يتحمل مسؤوليته أيضا تعلمه لأنه في نهاية المطاف نهديف إلى ماذا؟ إلى رسملة المعرفة ما معنى رسملة المعرفة؟ نجعلها رأس مال لدى المتعلم حتى يستخدمها يعني في الحياة العامة وهذا الرسملة هذه يستحيل أنها تترك يعني بطريقة أنه الأستاذ دائما تلقين أو يروح للدروس بالمناسبة أنا أرجو من الأولياء أنهم ينقصوا هذا العبء اللي راه أصبح يعني ظاهرة أنتع درس خصوصية تلميذ يدرس لدوام معين في المؤسسة التعليمية ثم مباشرة يلقى أستاذ درس الخاصة والخصوصية ينتظر فيه يزيد يدير له يعني تعبئة أخرى يكون هناك الضغط أيضا السؤال المطروح متى أولا هذا المتعلم يتنفس ومتى يقوم بالدور الذي الذي توسر عليه المناهج الحديثة المناهج الحديثة نحن نتكلم عن التعلم وليس عن التعليم وكيف يقول التعلم عن تكين إذا كان هناك من حديث على التعليم فإنما يتوقف على مستوى المرافقة المرافقة التي تتم من قبل أولا الأستاذ ثم من طرف الأولياء ثم الأجهزة الأخرى المختلفة طبيعة الحال أيضا هنا جاءت المناسبة باش نذكر أن الوزارة السنة الماضية في ظل الظروف الاستثنائية كانت دارت بادرة يعني مشكورة عليها اللي هي التعلم عن بعد بأجهزة مختلفة كانت عندنا القناة السابعة قناة المعرفة كانت قناة اليوتيوب كانت سيريست للإمتحانات والاختبارات وبالفعل يعني الأصداء أنت على الأولياء والتلاميذ قالوا باللي كانت اختركت أثر طيب وأثمرت حتى في تحذيرت على الإمتحانات إلى آخره إن شاء الله إحنا في هذه السنة رح ينزيد ونطوروا هذا شيء هذا نطوروه ونعزوه وقلت هذا لا يعفي المدرسة من أداء واجبها بتنفيذ المناهج وفق الآليات التي ذكرتها سابقا ربما هي استراتيجية بالموازات مع الاستراتيجية المتبعة من طرف وزارة التربية استراتيجية تكون موازية يعني في حال ما إذا ربما تكون موجة ثانية يعني يجب كل احتياطات بالفعل أنا أذهب أبعد من هذا أنا أكون يعني مصرور وسعيد بإدراج التعليم عن بعد لما نوصله أن الطرف الأساس فيه هو الأستاذ إن شاء الله نديره خطوة أولى بما يسمى التعليم الهجين أو نصي نمو هذا إن شاء الله راه جاري في العالم كله يعني جاري ما عليش إحنا كدولة في طريق نقول التطور إن شاء الله وكذا نعرفه حدودنا ونعرفه قدراتنا ولكن هذا لا يعني من أننا نبدأ على الأقل نوعي بعضنا على مستوى مؤسسة تربية وتعليم أنه الأستاذ وبالفعل يعني في الميدان راه ممارس كي بعض الأستاذ راه يديروا فيه راه يديروا مجموعات في الفيسبوك مجموعات في تطبيق بعض التطبيقات كما تطبيق زوم كما تطبيق كلاسروم إلى آخره راه يديروا يعني حتى هناك أيضا مع المتابعات النفسية لأنه تم تلاميذ ينقطعوا عن الدراسة يعني مدى طويلة طبيعة لها يعني هذا الشيء هذا ما نقدرش أنها نغفله أنه انقطاع اللي دام أكثر من ست أشهر أو يزيد يعني ما هوش من السهل باش يعود يرجع التلميذ ولكن بمثل هذا التضافر تعالجهود أولا نتعلم وربين ثم تعالأولياء ثم تعالرأي الآن وخاصة الشركاء الشركاء اللي هم زملان يعني قضية أولياء جمعيات أولياء التلاميذ والنقابات ماذا بنا كلنا نتضافر من أجل يعني تجاوز هذه الفترة الصعبة وكيفاش نقول وننكروا شوية ذواتنا وأنا بالمناسبة أعود إلى بداية الأحداث كورونا هذه كان كلنا يتمنى أن يكون جندي من جنود كما يسميناه الجيش الأبيض الجيش الأبيض المقصود بها هو يعني الأطباء والسكة الطبيل إلى آخره هذه جاءت الفرصة الآن لجيش أبيض من نوع آخر ماذا بنا إن شاء الله يثبت أنه نحن عندنا ثقة كاملة في الأساتذة تعنا بأنهم قادرين على رفع التحدي ويأديوا شيء إن شاء الله حضوريا على أحسن ما يرام وإن شاء الله ندخل في هذا التعليم يعني المرافقة للتعلم الذاتي للمتعلم إن شاء الله إن شاء الله أتمنىكم التوفيق سيد محمد بضياف كممثيلين عن الوزانة وأتمنى أيضا النجاح لكل التلامي شكرا جزيلا لك على كل هذه التوصيات ترجمة نانسي قنقر